في نادي الزمالك في نادي الزمالك في اكتر من خبر مهم اولا مستر اوسوريو استقر بشكل رسمي على استمرار ناصر منسي مهاجم الفريق كان فيه كلام على خروج اللاعب وان ناصر منسي فيه بعض الاصابات عطلته وبرضه يعني ما الحقش يلعب بشكل كبير مع الفرقة وكلام من ده انا بشوف ان صعبة حاليا النادي الزمالك يخرج منه اي لعب الا اذا تم حل ازمة القيد لكن في نفس الوقت انا بشوف وثوريو شايف كده بالتحديد يعني مش مهم انا خالص هو مدير الفني يعني الراجل شايف ان ناصر منسي عنده امكانيات جيدة ومهاجم جيد فبالتالي تمسك جدا باستمرار ناصر منسي داخل الفريق وانا بشوف ان هو مكسب لنادي الزمالك ان هو مهاجم جيد وبيخطف كويس بقدر يهدف هو هدف في الحقيقة فاستمراره اكيد مكسب لنادي الزمالك اما فيما يتعلق بكواليس اجتماع نادي الزمالك او مسئولي نادي الزمالك او مسئلي نادي الزمالك مع احمد فتوح نجمي الفريق بشأن التجديد احنا يوم الاربع قلنا احرادكم ان يوم الخميس هيكون في اجتماع فعلا حصل اجتماع فبالتالي عايزين نقول لحضراتكم الكواليس اللي ليه علاقة بالاجتماع ده لم يتم الاتفاق على اي شيء ليه علاقة بالجوانب المادية بل في اختلاف كبير جدا بين نادي الزمالك وما بين فتوح اما بين فتوح ونادي الزمالك لان اللاعب طالب حاجات كتير قوي وانا بأكد على حضراتكم قلناها يوم الاربع اللي فتح عيد تأكدها مرة تانية فتوح مش ليه بس سبعة او تمانية مليون جنيه مستحقات لا ليه ما يقرب من عشر مليون جنيه مستحقات اللاعب متمسك ان هو يخدهم كاش واللاعب متمسك ان عقده الجديد اللي حيمديه مع نادي الزمالك هو عنده رغبة ان يجدد في نادي الزمالك بالمناسبة لكن عايز العقد بتاعه يكون زي عقد زيزو او اقل قليل ان زيزو بياخد تلاتين هو عايز ياخد اما تلاتين اما خمسة وعشرين ما عندهش مشكلة ولما يجي ياخد الفلوس دي او يجي يتفق على العقد ده عايز خمسين في المية مقدم تعاقد خمسين في المية مقدم تعاقد انا بقولك اضك التفاصيل في موضوع فتوح تمام والناس اتكلموا معاه بمنتهى الصراحة انت يعني عندك رغبة تروح النادي الاهلي ولا انت قالهم يا جماعة انا بالنسبة لي الاولوية ان انا جدد في نادي الزمالك انا بقولك الكلام فتوح بالظبط الاولوية ان انا جدد للنادي الزمالك فانتو متمسكين باستمراري انا ما عنديش اي مشكلة خالص بالعكس لكن انا لي بعض الطلبات لو حتنفذها لي انا تحت امركم وجاهز ان انا وقع العقود لحد هنا والجلسة خلست ولسه مفيش اي مستجدات قد يحدث مستجدات وقد لا يحدث وقد يوقع احمد فتوح في شهر يناير سواء للنادي الاهلي اللي لم يكن وقع تمام او لأي نادي اخر تمام احنا كنا اتكلمنا في القصة دي قبل كده وقلنا معلومة اللي عندنا والمتغيرات وردة جدا ويا ما ناس مضت هنا وراحت هنا ويا ما ناس مضت هنا وراحت هنا انا دلوقتي كل اقدر اقول لك الكواليس الجلسة وان في رغبة عن دحم فتوح نواجدت مع نادي الزمالك بشروط اللي انا قلتها لحضراتكم مو برضو مفيش حد يتشرط طبعا عن نادي الزمالك لك انا بقول لك بس اللي حصل طيب كنا اتكلمنا على ان نادي الزمالك ومن خلال مدخلة مهمة للسيد كمال شعيب المحامي الخاص بالاستاذ ممضوح عباس يوم الاربع اللي قبل اللي فات انفرضنا من خلاله هنا في البرنامج بمدخلة قال ان تم رفع الحجز على رصيد نادي الزمالك من قبل الاستاذ ممضوح عباس من اربع شهور وقابليها احنا نفسنا كنا برضو اتكلمنا في حاجة زي كده لكن في نفس الوقت لسه التأكدات مستمرة لمسؤولين داخل نادي الزمالك سواء صابقين او حاليين بخصوص ان الحجز ما تمش رفعه ولا حاجة ولسه الحجز المستمر من قبل ممضوح عباس رغم ان شكباله في بيانه اللي كان رد فيه على رئيس نادي الزمالك الصابق اكد على نفس المعلومة اللي قالها معانا دكتور كمال شعيب فبالتالي تحدى تحدى رئيس نادي الزمالك الصابق وقال اتحدى لو فيه اي ورقة تلعت تفيد بان الرصيد نادي الزمالك مش محجوز عليه من قبل ممضوح عباس فاحنا هنعرض لحضراتكم الورقة اللي بتفيد ان تم التنازل عن الحجز وتم رفع الحجز عشان المصطلح يبقى مظبوط من قبل ممضوح عباس بخصوص الحجز اللي على الرصيد نادي الزمالك في بنك مصر فلو ورقة جاهزة يا جماعة نعرضها جاهزة أولا يلا بنا اهو ده ايه ده محضر رفع الحجز محضر رفع الحجز بتاريخ كام؟ اتنين خمسة فوق عشان المال او اتنين خمسة عشرين تلاتة وعشرين تمام؟ ده محضر رفع الحجز وده انفراد لحضراتكم انفراد لنا منعرضه لحضراتكم واولا شايفين الفوسفوري اللي تحت ده اولا الوقوف باجراءات التنفيذ عند هذا الحد صح يا جماعنا شايف صح كده او لا تحريرا في واحد خمسة عشرين تلاتة وعشرين تمام؟ فالموضوع خلص اما الفن الفلوس اللي موجودة في الرصيد نادي الزمالك هو رئيس نادي الزمالك السابق كان نادى الدرايب بان هما ياخدوا المستحقات اللي ليهم فبالتالي هما حجزوا على رصيد نادي الزمالك وكمان خدوا الفلوس تبقى للمعلومة اللي عندنا فده برضو جزء مهم جدا ونتوضيح غاية في الاهمية بخطاب او بمستند رسمي محضر رفع الحجز على رصيد نادي الزمالك طيب في حاجة تاني كده اعتقد اه فاكرين ما عليش اخر حاجة لشان ده حاجة مهمة احنا برضو الاسبوع اللي فات الحمد لله وكله بيبتوفيقنا عند المولى عز وجل ومجهودنا كلنا كفريق اعمال البرنامج الاسبوع اللي فات قلنا ان نادي الزمالك طالما من وزارة الشباب والرياضة ان هما ياخدوا موافقة منهم ان نادي الزمالك يروح ياخد كارد من احدى البنوك نظر للازمة المالية الكبيرة اللي بتعرض لها النادي وقلنا رحل لكم ان وزارة الشباب والرياضة وفقت بالفعل تصرحات لمسؤولي نادي الزمالك عام داري 48 ساعة اللي فاتت ان خلاص تم الموافقة على ان نادي الزمالك ياخد كروت دي موافقة الجهة الادرية اللي هي وزارة الشباب والرياضة فنادي الزمالك هياخد كارد كلمة الكارد تبقى المعلومة اللي عندي 300 مليون جنيه 300 مليون جنيه نادي زمالك هياخد كارد 300 مليون جنيه عشان يقدر يسدد المبالغ اللي عليه نتمنى يا رب كل التوفيق وإن شاء الله الحال ينصلح داخل نادي